بخصوص الزلزال يعني فيه شقين فيه الشق المادي يعني الألم البشري الألم الإمكانيات الألم دي الخسائر المادية ولكن أيضاً له وجه آخر هو أن يستفز فينا ذلك الإنسان أن يرجعنا إلى ذواتنا لا يمكنني حصر كم التعاطف الذي يعرفه العالم مع المغرب أنا شخصياً وضعته واسماً اسمه دمي لضحايا الزلزال وكلنا معكم نلعونا إليه راجعون نرى تأثرك السلوافي وبصراحة لمن جرب الغربة فإن الإنسان البعيد عن وطنه يألمه مرتين يعني تصريحه كان عبارة ليوتن صعبة شي شوية معلش سنحاول أن نتمالك أعصابنا جميعاً لأن المصاب جلل ولكن كإعلاميين كخبراء في ميادين مختلفة نحتاج لكي نعكس الصورة للسادة المشاهدين ما ننسوش السلوافي الأمم المتحدة أعتقد أن مقارها في نيويورك نكس العلم المغربي وفقاً للحداد الذي أعلن عنه صاحب الجلالة لمدة ثلاثة أيام وتنكيس العلم الوطني هذا العلم الذي سيعود بإذن الله ليرفرف عالياً ليبني أيضاً مغرب الغد لكل أبناء من أقصى المغربي إلى أقصى بمجهود فيه عقلانية فيه جدية فيه مغرب الذي يأمله المغاربة ويصبونا إليه واحد الدعم غير مسبوق واحد التأذر واحد الاحترام كما قلت لبلدنا اللي في الحقيقة يعني طيب شوية الخاطر دي المغاربة يعني السلطات المغربية قامت بجرد أولي للحتياجات الرئيسية اللي محتاجينها بناء على العروض دي الدول يعني فلحد الآن وهذا أكدوا البلاغ فتم الاكتفاء بالدعم دي الإسبانيا المملكة المتحدة والإمارات وقطر وهذه دعوة للمواطنات والمواطنين على أنهم يسهموا بقوة في هذا الصندوق الوطني المهم لأنه يعني كل درهم في هذا الصندوق يعني مواجهة تدبير الأطار مترتبة عن الزلازيل سيكون عنده أطار مباشر على المواطنين الموجودين وتي وجهوا الكارثة بشكل مباشر بعد نحو ساعة من الآن نصل لليوم الثالث من زلزال الحوز المدمر أيام تمر ومعها تتضح أكثر الخسائر البشرية وكذا المادية أيام تمر ومعها تستمر مجهودات فرق الإنقاذ والأطقم الطبية التي تسابق الزمن من أجل إنقاذ منهم تحتر كامل مباني أو الجرح الذين يعاني جلهم من إصابات بليغة بلغة الأرقام ارتفع عدد ضحايا الزلزال لأكثر من ألفين ومئة ضحية فيما وصل عدد المصابين لألفين وخمسمائة مصاب وبعيدا عن كل ما سبق فاق عدد المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية ثلاثمائة ألف شخص هي إذن مأساة وطن نكتشف تفاصيلها مع مرور الزمن لذا تتواصل الجهود على أرض الواقع للتخفيف من آثار هذا الزلزال وتقديم المساعدات الفورية لأهلنا في المناطق المتضررة وهما تشرف عليه مؤسسات الدولة والقوات المسلحة الملكية وفقا لمخرجات جلسة العمل والتي ترأسها جلالة الملك محمد السادس يوم أمس أهلا ومرحبا بكم مشاهدين نواصل معكم هذه التقطية الخاصة بزلزال الحوز لننقل لكم أبرز المستجدات التي تعرفها المناطق المنكوبة يحضر معي في الاستوديو الدكتور خالد فتحي أستاذ بكلية الطب الرباط أهلا ومرحبا بك دكتور كما يصرني أيضا أن أرحب بالأستاذ نجيب الصومعي المحلل الاقتصادي أهلا ومرحبا بك سي نجيب أهلا شكرا جزيلا سينضم إلينا أيضا بعد قليل سيد سعيد الخمسي رئيس مؤسسة مغرب الجهات أهلا ومرحبا بكم ضيوفا أعزاء أستغل صفتك دكتور فتحي كيف تابعت خلال اليومين الماضيين تعامل المؤسسة الطبية المغربية وزارة الصحة أفراد أو أطقم الطبية وأيضا الممرضين والمهن المرتبطة بالقطاع الصحي وفرق الإنقاذ والإسعاف مع هذه الكارثة الطبيعية التي نسأل الله أن يلطف بنا وأن يشافي الجرحى ويتغمد الضحايا بواسع رحمته هو بداية ينبغي أن نقر أن هذه الفاجعة أو هذه الكارثة كانت كارثة غير متوقعة وبالتالي فرضت وضعا وضغطا لم يكن منتظرا على المنظومة الصحية وعلى عدد من المنظومات والمتدخلين والعديد من القطاعات الأخرى فيما يخص القطاع الصحي فيما يخص القطاع الصحي أبنى عن جاهزية كبيرة وأبنى عن أداء ناجع بطبيعة الحال المنظومة الصحية الوطنية يجب أن ننظر إليها على أنها تتكون من ثلاثة أدرع هناك المنظومة الصحية العمومية ومنظومة الطب الخاص ومنظومة الطب العسكري وبالتالي وقع في المغرب استنفار كبير وتحشيد لكل الإمكانيات لإغاثة المنكوبين وانتشال الجتامين وإنقاذ الناجين المحتملين من تحت الأنقاض ما يمكن أن نشكر عليه الأطراء الصحية في هذين اليومين الحاسمين هو أنهم واصلوا الليلة بالنهار وأنهم كانوا في سباق ضد الساعة لأنه كما نعرف جميعا وكما يؤكد على ذلك الخبراء اليومين الأولين أو ثلاثة الأيام الأولى هي حاسمة لأجل إنقاذ المحصورين تحت الأطربة وتحت الأنقاض ولهم إصابات صعبة وبليغة تكون في معظم الأحيان وبالتالي كان التركيز خلال هذين اليومين على الأزمة الصحية التي كانت هي الأزمة المباشرة المترطبة عن واقعة أو كارثة الزلزل لحد الآن المنظومة الصحية الجهوية حسب تصريح منذ ساعات أدلا به المدير الجهوي لقطاع الصحة بجهة مراكش المنظومة الصحية الجهوية هي قادرة على استيعاب كل الحالات وقادرة على استقبال المزيد من المصابين وتعمل بأقصى طاقتها والناطق الرسمي باسم الحكومة منذ قليل ذكر أنه وقعت الآن تابئة ألف طبيب وألف خلصمية ممرض وهذا رقم كبير وبالتالي دون أن هذا الأداء الناجع للمنظومة الصحية الجهوية يجعلنا نعتقد أن المغرب يتحكم في الوضعية الصحية على الأقل في حدود إمكانياته وأنه قدم كل الممكن من المستحيل خصوصا وأن التدخل يتم في مناطق منكوبة في مساحات شاسعة تتوزع على جهتين وتضاريش صعبة وصعبة جدا وتضاريش صعبة وقرى متناطرة وكذلك هناك تلك الانهيارات الصخرية التي تمنع الوصول إلى مناطق المنكوبة وملفة الانتباه ومصداقة لما تفضلت به كان مفدنا إلى تارودانت زميل عبد المولى بوخريس قد التقى المسؤول عن القطاع الصحي في تلك المنطقة وتحدثت عن ما يستقبله مستشفى المختار السوسي وأيضا التضامن الذي حدث ما بين المستشفيات وما يخص مستشفى الحسن الثاني في أقادير قبل قليل أيضا كان معنا خلال هذه التغطية محمد الشنتوف الذي كان في منطقة شيشاوة ومن مقر إقامة مستشفى ميداني أقامه القطاع الخاص وأطباء وممرضين جاءوا من جهة مراكش ومستشفى ميداني عسكري وكذلك وحدات الجيش المنتشرة على كل تراب والتي وضعت وسائل لوجيستيكية وهندسية وكذلك الطائرات التي تنقل الحالات المعقدة كل هذا يعطي تضامن جميل في القطاع الصحي بين القطاع الخاص والقطاع العام هذا كان أمر لافت هناك التقائية في التدخل صحيح اليوم نحن في تمام العاشرة والسبع دقائق بقية أربع دقائق ربما سنصل إلى اليوم الثالث وما معرور الزمن ربما في البدايات كانت سنجيب رؤيتنا للزلزال غامضة لا نعرف أي أثر ترك ما معنى السبع درجات على مقياس رختار ماذا يعني عمق ثمان كيلومترات إلى أين يمكن أن يصل مدى قيلة أربعمائة كيلومتر ولكن أين بؤرة الزلزال الحقيقية ما هي طبيعة تضريس المنطقة وكيف يمكن أن نتنبأ بما سيحدث لكن اليوم وصلنا إلى صورة قد نقول غير مكتملة نعم ولكن فيها الأثر الكارثي الذي تركه هذا الزلزال نتحدث عن أكثر من ألف قتيل ألفين شهيد نتحدث أيضا عن مئات المصابين نتحدث عن مئات أو العشرات من الحالات الحارجة ونتحدث حتى على مستوى عدد المتضربين حسب الأمم المتحدة أو مصادر محلية يفوق عددهم ثلاثمائة ألف هل تضحت الصورة الحقيقية لهذه المأساة أم أننا لا بد علينا أن ننتظر يعني بعض الوقت لكي نتعرف على الأثر سواء فيما يخص الزلزال ولكن فيما يخص أيضا عمليات الإنقاذ والإسعاف والتطبيب التي تتم للمنكوبين أعتقد بأنه بلادنا اليوم تواجه كارثة بكل مقاييس تمتلك كافة مؤشرات الكارثة خسائر بشرية كبيرة نتكلم على 2122 شهيد مغربي حتى الآن لأن الحصيلة مرشحة للارتفاع مئات المصابين وكذلك خسائر اقتصادية كبيرة ولإضافة إلى أنه تقييم يبقى مستمر على أساس حتى المسناف في بلاغ دي الوزارة الداخلية اللي خرج قبل دقائق اللي قال أنه تم تقييم أولي ولكن وتحددوا فيه طبعا الاحتياجات اللي محتاجينها في هذا الوقت وكذلك الصعوبات اللي تنوجهها وأكد على أنه إلى حد الآن بمعنى على أنه تقييم مستمر الوضعية كذلك نحتاجه إلى وقت أكثر لاستيعابها خسين ذكر على أنه المغرب لم يتعرض إلى زلزال مشابه بمستوى مشابه منذ 120 سنة وهذا أمر تعتقد على أننا كلنا في بلادنا اكتشفنا لأنه يعني هذا وعادي كارتة غير مسبوقة كارتة كذلك يعني تتوضع بلادنا في واحد الوضع اللي من الضروري على أننا يعني نكتف الجهود كذلك نتوجه المستقبل اللي اعطى الله صحيح اللي وقع وقع ولكن اليوم مع الأسف الخسائر الكبرى الخسائر الكبرى دي البلادنا وما المواطنات والمواطنين اللي فقدناهم هذه هم الخسائر الحقيقية طبعا على المستوى الاقتصادي تقارير أولية خرجات تتأكد على أنه الخسائر ستصل إلى جوج في المئة من ناتج الداخلي الخام في هذه السنة أكثر من جوجة المليار يعني أكثر من جوجة المليار ونسبة قريبا دولار وهذا الوضع في الحقيقة تخلي إلى أنه كاقتصاديين هي صعوبات هي وضعها هي أزمة ولكن اللي تعلمنا يعني من تجارب السابقة وخاصة جائحة كورونا هو أنه قدرة الأمة المغربية في تحويل الأزامات إلى فرص ما يمكنش يعني ما تكونش احتفظ لمرة أولا لأنه كارتة اللي يعطتنا دروس مهمة على وضعية المباني على وضعية طرقات على وضعية الاجتماعية بشكل عام الوحد المنطقة عزيزة من مناطق المغرب هذا الدرس أعتقد من أهم الدروس التي استفدنا منهم في هذه المرحلة النقطة الثانية كذلك مرتبطة بالمناعة الجهوية بقدرة يعني كل جهة على المقاومة يعني تكلف يعني بنفسها في الأزامات وهنا شاهدنا إشارة مهمة من جلالة الملك هو التعبئة دي الآليات مواجهة الكارت على المستوى الجهوي وهذا أمر مهم جدا وطبعا اليوم نحن بلادنا بفترة عصيبة جدا ولكن ما غيرت تخلين مغربة يعني أنهم يهبطوا يديهم صحيح لن يتسلل إلينا اليأس يعني يكون حالة اليأس أبدا المغربة عندهم قدرة كبيرة على مواجهة الأزامات كذلك عندهم قدرة كبيرة على الصبر طبعا المشاهد اللي تنشاهدها كل مرة هي مشاهد مروعة ولكن أعتقد كما شاهدناها في 1960 أقادير في أقادير كيفاش المدينة سويت على الأرض اليوم تنشاهدوا أقادير كيفاش هي مدينة من أجمل مدن في العالم كما شاهدنا في 2004 كيفاش الحسيمة والمناطق ديالها وصلت يعني مستوى صعب جدا تنشاهدوا اليوم على أن الحسيمة هي نموذج وأعتقد على أنه يمكن بلادنا يعني من رماد هذا الحزن الكبير تنبعث من جديد بشكل قوي كما عودتنا في الماضي جميلة هذه النظرة التي فيها الكثير من التفاؤل وإن كان الحزن يسكن القلوب هذا أمر لا جدال فيه وكما تفضلت في بداية مداخلتك دكتور نجيب الصومع يعني الخسائر الفادحة هي الخسائر التي حدثت في الأرواح التي لا يمكن أن تعوض وإي فاتورة اقتصادية لهذا الزلزال ستستطيع المملكة أن تعوضها بإذن الله وفقاً لسياسة حكيمة وأعتقد أن الآن يعني ينضم إلينا الأستاذ سعيد الخمسي رئيس مؤسسة مغرب الجهات بعد الترحيب بكاستي سعيد وتقديم العزاء لك ولأنفسنا في ضحايا هذا الزلزال المدمر الدول تختبر في الأزمات وأعتقد أن تم وضع خارطة الطريق والمنهجية الواضحة للتعامل مع هذا الزلزال وتداعياته على مدى فوري وأيضاً متوسط وبعيد خلال الجلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالرباط بحضور مجموعة من المسؤولين عن مجموعة من القطاعات كيف تقيم تدبير هذه الأزمة هذه الكارثة الطبيعية ونحن نقترب أو وصلنا ربما للذكرى اليوم الثالث بعد هذا الزلزال المدمر شكراً سينوفل على الاستضافة دعني أقدم خالص العزاء هداية الأمير المؤمنين في هذا الرزق العظيم الذي أصبه في جزء من مواطنيه وشعبه ورعاياه وخالص العزاء لهذا الشعب كأن قدره أن يفرح العالم وأن يبكي العالم يعني المفارقة غريبة في هذا الوطن أن يكون مبعثة فرح للعالم وأن يكون أيضاً في لحظة مصدر ألم فضيع للعالم وخالص العزاء للشعب المغربي كافة وخالص العزاء للأسر المكلومة وكلنا تلك الأسر يعني كلنا مكلومون يعني فعلاً نحن في الخرباشر يعني مهما مهما ادعى الإنسان من قوة من رباطة الجيش إلا أن الجيش تأتي اللحظات التي تعبر ليه هو في الخير إنسان يعني يألم يعني بخصوص سؤالكم أعتقد أن المحن عموماً بقدر ما تؤلم بقدر ما تحزن فهي أيضاً يعني تظهر معادن الأمم وتظهر معادن الناس وأعتقد أنه كما تقول المتخصصون أن إلا كانت الدولة تصنعها الأدوات المادية التي هي الجيش والشرطة والمدرسة والإمكانات المالية والتنظيم فالأمة تصنعها الأفراح والأحزن يعني الأمم كم فهم يعني يصنعه الألم كما يصنعه الفرح يعني وأنا تأخرت بضع دقائق يعني وعشت واحد جريبة بسيطة ساعتين مع أم واحد مجموعة الشباب يعني أمر غريب يعني أجمعه ثلاثة الكاميوات ديال في ساعتين يعني تحدي في ساعتين وشباب يعني بوسائط الاجتماعية والآن كنا نحن تحول في ثقافة التضابون في المغرب أتمنى أنه يأخذ حقه أيضا في النقاش بخصوص الزلزال يعني فيه شقين فيه الشق المادي يعني الألم البشري الألم الإمكانيات الألم ديال خسائر المادية ولكن أيضا له وجه آخر هو يستفز فينا ذلك الإنسان أن يرجعنا إلى ذواتنا وأن يرجعنا لأن هذا قضاء الله وقضاء الله يعني الآن نحن في هذا البلاتو يعني ما كان حتى شي شيء ضمن لنا مع هذا إرادة الله أننا استمرنا لنعش نزلزال كاملين كان ممكن نكون إحنا تحت الأنقاد ممكن إحنا الجرحى ممكن بالتالي هذه الحالة أول مرة لأن قوة الضربة وخمسمائة كيلومتر ديال الشعاع فالشعاع ليس فقط كبير بالمعنى الجيولوجي ومعنى الجغرافي ولكن أيضا تبلي معنى النفسي أعتقد بأن الشعاع كان كبير تنفسيا وأن حجم الحزن والألم اللي تتشوفه في عيني الناس الآن في الشارع يعني كبير جدا صحيح لكن وهذا يعني تبعت نقاش الميدئان منذ ثلاث أيام بنفس الألم اللي يعتصر الناس بنفس الروح اللي تبعتها في المغربة الآن تتشوفوا حتى تقافة ديالتا مغربية يعني تجدد كأن قدرنا أن تسقل معادلنا يعني كالحديد كالدهب يعني النار فقط هي التي تسقله الآن أعتقد أن كيف النقاشين كيف النقاش العاطفي اللي هو ضروري ولي ممكنش ولي إن العاطفة جزء من السياسات العمومية بل كثير من هذا الاقتصادين تصنفوا علم الاقتصاد دыпنا العلوم النفسية أحيانا يقولون بأن علم الاقتصاد يدرجوا ديامنا العلوم النفسية ليس ديامنا العلوم الحق بمعنى أنه جزء من العواطف وأن علم الاقتصاد يأخذ بعين الاعتبار المعطى العاطفي في الإنسان ولكن الشق الثاني أيضا هو أن هذه المحنة هي فرصة للانتباه لمجموعة من السياسات العمومية هي فرصة للنظر لمغرب آخر لأن الصور التي تحملها إلينا وسائل الإعلام لها وجهان نعم سنرجع لك سي الخمسي ولكن بما أنك تحدثت عن العاطفة والتعاطف والتضامن أيضا كان على أعلى مستوى مع المملكة المغربية ونبقى مع الأحداث الآنية قمة العشرين ببيان واضح من مفوضة الاتحاد الأوروبي من مجموعة من قادة العالم هناك الذين أعربوا عن تضامنهم واستعدادهم من أجل مساعدة المملكة المغربية وفي هذا الشق الدولي وخاصة الردود الفعل التي كان من أبرزها ردد فعل الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تأتي فقط على لسان الرئيس جو بايدن ولكن جاءت أيضا على لسان وزيري خارجيته أنطوني بلينكين ومجموعة من المسؤولين وحتى المؤسسات لتعرف أكثر على تفاصيل هذا التضامن العالمي وخاصة من الولايات المتحدة ينضم إلينا الإعلامي المغربي محمد سعيد الوافي من العاصمة الأمريكية واشنطن سيد الوافي أولا تعزين لك للجالية المغربية المقيمة في الولايات المتحدة ونعرف قدر الحزن لدى مغاربة العالم أينما كانوا بالنظر إلى بعدهم عن المملكة المغربية وهي التي اليوم تعيش على وقع هذه المأساة الحقيقية بعد الزلزال المدمر عزائي لكل المغاربة وكل الأخوات المغربيات وكل الشعب المغربي وأنت عبرت عن الكلمة أننا أنتم هناك تعيشون الألم لكنكم تعيشونه وتتعايشون معه بينما نحن هنا يتام الوطن فعلا نحن نعيش حالة يتمن إخواننا تحت الأنقاض وشعبنا يأن المغرب الجميل يأن ويحزن وصدقني أنه ليس هناك مغربي واحد يهنوفل لا يحس بكم صحيح مشاعر جياشة لمغاربة العالم وضربت المثال في التقطية في هذه الأمسية بأطباء من كل الأنحاء يحزمون حقابهم من أجل أن يقدموا العون والمساندة لأهلهم وذويهم أستاذ الوافي تعيش في عاصمة القرار العالمي وتعلم أن حتى التفاعل الأمريكي لم يقتصر على المستوى الرسمي بل المراكز الخاصة برصد الزلازل بدأت بإعطاء المعطيات وسائل الإعلام الأمريكية بدأت بتفسير ما حدث في زلزال المغرب مقارنته بمجموعة من الزلازل التي حدثت في مناطق أخرى كيف تفاعلت الولايات المتحدة رسميا شعبيا وأيضا علميا ربما في المراكز التي ترصد الزلازل مع هذا الزلزال المدمر الذي لازالت تعيشه المملكة على وقع أضراره الجسيمة بشرية كانت أم حتى مادية عزيزي نوفل اليوم حملنا كاميراة ميديان تيفي ونزلنا إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لاستقراء واستطلاع أراء الناس فكنا نسمع هذه الكلمة المغرب الجميل نحن حزينون من أجله صلواتنا من أجله كما الرئيس الأمريكي كما وزير الخارجية كما مراكز البحث كما شخصيات هامة وهمة جدا اتصلت بي شخصيا على رأس جايسون جريمبلات مهندس الاتفاقات الإبراهيمية شخصيات عديدة لا يمكنني حصرها في اسم أو اثنين اتصلوا بي وعبروا لي عن حزنهم وعن ألمهم وعن تضامنهم وقالوا إننا نصلي من أجل المغرب وطبعا المغرب له وقع كبير في الشارع الأمريكي وله حضور قوي في ذاكرة الأمريكيين ليس فقط من الناحية السياسية لكن ذلك البلد البهيش ذلك البلد السعيد مراكش نوفل أنت تعلم حين تتضرر مراكش أنت تقتل البسمة يعني وفاة البسمة أو بكاء البسمة بكاء الضحكة بكاء النكتة بكاء وطن كله محبة وكله سلام ومن قائده إلى أصغر طفل من شعبه اليوم نرى العالم كله يتضامن جاء تضامن من مجموعة العشرين جاء تضامن من قادة في الكونغرس الأمريكي من الإعلام الأمريكي الذي واكب مع ميديان الحدث منذ ليلة الجمعة أو منذ مساء الجمعة بالتوقيت المحلي للعاصمة الأمريكية واشنطن الساعة الحادية عشر وإحدى عشر دقيقة بتوقيت المغرب واكبة CNN Fox News ABC ABC News Washington Post New York Times لا يمكنني حصر كم التعاطف الذي يعرفه العالم مع المغرب اليهود المغاربة دعني أذكر وصلتني رسائل من بينها رئيس الجالية اليهودية المغربية في الولايات المتحدة شارلز دحان الذي بعت برسالة مؤثرة وغيره وغيره من أبناء المغرب الذين فتحوا حسابات الآن على GoFundMe وبدأوا يبحثون عن عملية تطوع دمنا أنا شخصيا وضعت واسما اسمه دمي لضحايا الزلزال وكلنا معكم نلاونا إليه راجعون نرى تأثرك السلواف وبصراحة لمن جرب الغربة فإن الإنسان البعيد عن وطنه يألم مرتين مرتين يعني تصريحه كان عبارة اليوتوم صعبة شي شوية معلش سنحاول أن نتمالك أعصابنا جميعا لأن المصاب جلل ولكن كإعلاميين كخبراء في ميادين مختلفة نحتاج لكي نعكس الصورة للسادة المجاهدين ما ننسوش السلواف للأمم المتحدة أعتقد أن مقارها في نيويورك نكس العلم المغربي وفقا للحداد الذي أعلن عنه صاحب الجلالة لمدة ثلاثة أيام وتنكيس العلم الوطني هذا العلم الذي سيعود بإذن الله ليرفرف عاليا ليبني أيضا مغرب الغد لكل أبناء من أقصى المغربي إلى أقصى بمجهود فيه عقلانية فيه جدية فيه مغرب الذي يأمله المغاربة ويصبون إليه جاء لكن أهنئك عليها أنا فعلا حين تكون بعيدا ربما نوفل تحس بأن الوطن جزء من فلدة كبدك جزءا من قلبك جزءا من كيانك ولذلك اليوم حين وصلني خبر أن السفر الأمريكية في العاصمة المغربية الرباط نكست العلم الأمريكي أن ينكس علم وطني الثاني الولايات المتحدة وأحس بفخر كبير أنني أعيش في بلد عبر رئيسه عن استعداده للتضحية بكل شيء وتقديم كل المساعدات وزير الخارجية بلينكين قال إننا ننتظر إشارة من المغرب لكي نقدم ما يمكن تقدمه الشارع الأمريكي ستصل كهذه اللقاءات بعد قليل أو الغد إن شاء الله وترى كيف أن الشارع الأمريكي بصباه بأطفاله بشيوخه يعيش الحدث معنا ويحس بنا استجوابت أحد الأطفال الذي أبهرني بأنه يوجه نداء تشجيع للمغرب ويقول لهم ستجدوننا معكم ونحن ندعوكم إلى الصبر والصمود وطبعا انتقلت عبارات الصمود إلى الشارع الأمريكي رأينا الصور كيف أن المغاربة يقفون للتطوع بالدم نوفل كيف أن المغاربة يؤذرون بعضهم البعض في الخيام الجيش الملكي القوات المسلحة الملكية تشتغل على قدم وساق ليلة نهار تربط الليلة بالنهار لكي توفر لهذا الشعب المكلوم ما يمكن أن توفر لهم من مساعدة جلالة الملك كذلك في اجتماع حكومي طارئ وجه قدم توجيهاته لكل القطاعات الحيوية في البلاد نعم إنها ملحمة المغاربة يسجلون ملحمة رحمة الله على من دهبوا ووراهم التراب ولكن الرحمة كذلك ستنزل على البقون الذين سيقدمون أروع مثال للتضافر والتلاحم وتمغربيت دعني أقول شكرا جزيلا لك الإعلامي المغربي محمد سعيد الوافي نتمنى من الله عز وجل أن نحد الباس كما كان قوله بالدارجة وإن شاء الله سيعود هذا الوطن للوقوف مجدداً المثال بتنكس العالم المغربي في السفارة الأمريكية بالرباط وهذا ينطبق على جل دول العالم التي وحدها المغرب هو هذه الأزمة وهذه الفاجعة التي يمر بها المغرب وهذه الأوقات العصيبة تحيلنا على الصورة التي صارت للمغرب في المشهد الدولي المغرب بلد مسالم بلد ينصر السلم والإخاء بلد يهب دائماً لتقديم العون والنجدة لمن هم في الأزمات سواء داخل الوطن العربي أو داخل محيطه الإفريقي وفي كل أرجاء العالم وبالتالي لم يكن غريباً أن نرى كل هذا التعاطف وكل هذا التضامن مع المغرب رأينا كيف أن هناك دول عديدة بادرت إلى عرض مساعداتها على المغرب وفي الحقيقة أن مثل هذه المواقف ومثل هذه الأزمات تكون اختباراً كما قلتم لصلابة نموذجنا الحضاري وهي ستكون تجديداً لمفهومة مغربية كما تفقنا على ذلك خلال هذا الحوار الزلازل هي فاجعة الله ريب في ذلك ولكنها تفجر فينا أحسن ما فينا ترسخ فينا قيام التضامن تعيد لحم الوطن صهراء الوطن من جديد تفتح آفاق التفكير من جديد في بناء المواطن المسؤول والجد وهنا أنا لست أريد أن أتحول إلى واعد ولكن يجب أن نعيك جميعاً أننا المسلمون وأننا نؤمن بأن القضاء والقضر هو من أركان الإسلام الخمسة وبالتالي ما نراه اليوم من تلاحم من تراحم بين كل فئات الشعب من تكاتف لكل أطياف المجتمع المدني نرى مواطنون يقدمون المثل في التقديم العون والإغاثة هذا التقاطر على سبيل المثال الذي نراه في مراكز تحاق الدم على مستوى المملكة هبة وطنية حقيقية نجعلنا أمام هبة وطنية حقيقية كنا دائماً نقول بأن دماءنا هي فداء للوطن ونرى الآن أن هذه الإمكانية لم تعد متاحة للجنود الذين يحرصون الحدود فقط وإنما هي متاحة لجميع المطلوب وهي شعار كتب بمداد الفخر والعز والكبرية في نشيدنا الوطني هبة فتى لب ندى فبالفعل وملفة الانتباه حتى من ضاقوا الأمرين في زلزال ليس ببعيد 2004 في الحسيمة قوافل ما شاء الله شاهدنا صورها بالأمس تنتقل صوب المناطق المتضررة بما أنه أستاذ دكتور خالد فتحي تحدث عن المساعدات الدولية كان هناك بلاغ لوزارة الداخلية المغرب قبل المساعدة الدولية وصلت بعض الطواقب من دول المساعدة قبلت لحد الساعة من أربع دول وكما يعلم الجميع في الكوارث الطبيعية تكون الدولة المتضررة لها رؤيتها الخاصة فيما يخص المساعدات نوعيتها وأيضاً ممن تتقبلها فكانت فرق من إسبانيا قطر المملكة المتحدة وأيضاً الإمارات العربية المتحدة والتي جزء منها وصل وبتنسيق دائم مع السلطات المغربية مع الفرق المختصة لتحديد نوعية تلك المساعدات أيضاً والتعرف على مناطق عملها شكراً كما قال بلاغ الديوان الملكي على لسان صاحب الجلالة لكل الدول التي أعربت عن تضامنها واستعدادها لتقديم المساعدة واليوم يعني هذا ربما طاقم من قطر يعني اليوم نؤكد مرة أخرى حتى ونحن في عز الأزمة المملكة المغربية محط احترام والاحترام يكتسب ومحط أيضاً محبة متبادلة من مختلف دول العالم وإذا أردت أن أفتح معك النقاش حول دكتور نجيب حول مدى التضامن الذي حدث في كل أنحاء العالم في الرياضة ومسابقات واتحادات إلى غير ذلك فإننا لن ننهي هذا النقاش إلى ساعة الصباح الباكر طحيح أعتقد بأن بلدنا كانت دائماً بجانب الدول المتضررة في كل المحطات تقريباً في كل دول العالم واليوم تعتقد على أن بلدنا يعني تطلق اللي أعطيته قبل تطلق كذلك دعم بالنظر لمكانة ديالها اليوم إلا اشتغل في تطبيق X تراند هذه ثلاثيام اليومين هي المغرب واحد الدعم غير مسبوق واحد التأذر واحد الاحترام كما قلت البلدنا اللي في الحقيقة يعني طيب شوية الخطر دي المغرب بالنسبة للتدبير هذه الأزمة أعتقد بأن المنهجية اللي خدمت بها بلادنا هي منهجية سليمة جداً هناك أزمة وفي المقابل هناك آليات للتدبير إلى اللحظة لأنه يعني طبعاً كانوا واحدة عدد كبير ديالعرض الدعم ولكن عندك جوج ديال 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 أولاً آليات التنصيق العملية باش لأنك ترت المتدخلين بعد المرات قد تفسد الأمور صحيح إسبانيا المملكة المتحدة والإمارات وقطر والتجارب السابقة تتأكد على القوة ديال المملكة المتحدة في آلية الإغاثة المدنية تعتقد على أنه سيبرانكين أو يعني التصنيف الإغاثة المدنية في العالم يعطيهم المرتبة الأولى بالنظر للتجارب الكبرى التي عندهم كذلك كان واحد العامي المرتبط بالتقافة لأنه القطري والإماراتي لما يكون في هذه المنطقة يمكن يتكلم بسهولة بلغة سليسة وكذلك إسبانيا بحكم القرب الجغرافي وكذلك يعني التعاون الدائم بين المملكتين أعتقد بأنه اليوم المقاربة سليمة جدا تدبير طبعا كما قلنا في البداية يعني نزلت عندنا صاعقة كارتة يعني ولا أحد ولا دولة في العالم كان ممكن على أنها تدبر لوحدها صعوبات بحال هذه أولا الشعاع ذي الزلزل وخمسمائة كيلومتر ولك أن تحسب يعني المساحة التي يعني تمسها الضرار بجانب على أنه كان بعض تحديات المرتبطة بطبيعة المنطقة وكذلك في المقابل هو الزمن لأنه يعني النقطة الأساسية في تدبير هذه الأزمة هو كسب الزمن من أجل أن النقد يعني ما يمكن إنقاذه لأنه أكيد على أنه واحد العدد كبير دي المواطنة والمواطنين تحت الأنقاذ وتنعرف تطبيان بأنه كي نوحد العدد دي الأيام التي يكون فيهم يعني الآليات دي الإغاثة لغاية الإعلام الرسمي على نهاية البحث على الإنقاذ وانتمنى إن شاء الله لأنه في الأيام القليلة المقبلة تكون مشاهد جميلة لخروج ناس ناجين إن شاء الله وكان معنا قبل ساعات مراسلنا في منطقة تارودانت عبد المولى بوخريس وتحدث على أنه للأسف يعني تارودانت لا ننسوها لا نقل الحديث فقط عن الحوس تأزيلات صحيح يعني 27 جماعة متضررة وتخيل معيس الخمسي كم من دوار في تلك الجماعة وكلمات بوخريس تستحق التماع لأنه نقلها من أرض الواقع وقال لك برجة الحرارة وصلنا لليوم الثالث تقريبا بعض الجثث قد تتعفن ورائحة الموت تدبه في المكان وبالتالي هذا الصراع الذي اليوم أمام القوات المسلحة ترك فرق الإنقاذ من الوقاية المدنية من المتطوعين المدنيين أبناء تلك المناطق أو من المناطق القريبة الذين حجوا إلى أين يوجد ركام فحساس وحساس جدا بكل صراحة وبالتالي يعني نحن في سباق حقيقي مع الزمن نعم السينوفل يعني في تدبير الأزمات هناك يعني هناك بعض الإشارات لي يعني أقدر أن نمزي المواطنين فهموهم أول نظام يضرب في الأزمات هو نظام تواصل يعني ينكريز أول سيستام تيريب هو السيستام لأن تيطرى البانيك وتيريب نظام تواصل وهذه الأزمة تكون صغيرة في البيت ما بين مرأة ورجلها إلى الزلزال التي تنعيشها في كل أنظمة عندما تحدث الأزمة أول نظام تيريب هو النظام تواصلي وأخطر نظام يريب هو نظام تدبير الآن لما تتأمل الكاريتة اللي احنا بصددها نظام تدبير يتحكم فيه بشكل جيد جدا وهذه أمور حتى النقاش جينا العمومي فيه النقاش الآن وفيه يعني مرة مرة تسمعه في المتنشوف كالثي أيام كاملة تتخبرين هذا النقاش ماشي الداب أغن أجله طبعا لأنه في ترتيب النقاش العمومي هناك أولويات هناك النقاش اللي الآن سنقوله يعني في اللحظة اللي ترى الزلزل يعني وعشتوه أنا بقوة حكم يعني تسكن في طبق عالي أول شيء سكديره هو أن تضبط نظام الاتصال لدك الساعة من بعد من بعد لأن الأزمة الآن ما سنسنواش في شهر في شهرين يعني ستمتد وإذا لاحظنا البلاغ ديالاجتماع ديالسيدنا يعني مع مع اللجنة الوزارية والمؤسسات الأمنية وغيرها يعني فيه فيه ثلاثة الأشياء في الفصل البلاغ اللي يخرج فيه ثلاثة أزمينة صحية فيه الزمن الآن هم اللي اللي كانت الأوامر الآن هو موضوع السؤال ديالكم فيه أشياء اللي غتتدار على ست شهور لعام وفيه المدى المتوسط والبعيد اللي هو السياسات العمومية من بعد فيما يخص الآن يعني انبعت ثلث أيام يعني تزدت على الفرق اللي مبقى للملاحظة الأساسية ما بقيتش تفرق رجول الوقاية المدنية على الدرك الملكي على الأمن يعني تخلطت وأن هذا التوني اللي تلبسوه ما بقاش اختصاص لحمة واحد الآن تتشوف رجول ديالأمن اللي نظريا 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 بمعنى الآن ما التحدي هو أن تعتق اللي يمكن الآن ستضاف الأمراض والأوبيئة لقدر الله لتجيب تعفون الجوتات مش فقط ديالشهداء أيضا ديالحيوانات أيضا ديالأشياء أخرى أيضا ديالمواد اللي تحت الركام بالتالي تحدي طبي غيعلة تحدي البيئي غيعلة لكن الأهم الآن هو تدبير على قفل محيط يعني أكيد كينا خالية أزمة اللي تدبر التنسيق بين مختلف المتدخلين هناك اجتمعت مرتين ويتعتبر في اجتماع دائم وفي تاروداند وهي تعتبر في اجتماع دائم بالتالي الآن سؤال الطبيعي عند المغربة كاملين يعني ما قلت قبل شنو اللي ممكن نديره اللي ممكن يدار على وجه السرعة ثلاثة الأشياء فيعتقادي الأولى أن يحسن التعامل مع المساعدات باش منولي وش في نوع آخر من الفوضى لأن إلا 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 مؤسسة محمد الخارس هو اللي غادي له الضغط الآن يعني وهذه رسالة يعني الآن حضورها في الاجتماع لم يكن هكذا اعتباطا إنما لدور مركزيا منطبها في المرحلة المقبلة هو اللي غادي له السينوف اللي لا تفضلت الآن حتحنا في الإعلام اللي مطلب مننا الآن نحن في حالة نمارس إعلام الأزمة ماشي إعلام طبيعي أكيد لما تستدعينه في المرحلة يعني كما تقولوا تلق رجليك ويقول لي بغيتي ناقش الآن الرسائل يجب أن تكون قصيرة مضبوطة دقيقة يعني كما تقولوا هذا تكتبوا على رؤوس الإبر أكيد الآن كنا وحد الحالة ديال الحماس أكيد روح ديالتام غلابية كما قالوا الإخوان ولكن يجب أن تكون معقلنا رزينا باش ما نضيفوش تقل آخر لمؤسسات الأمنية على الخصوص باش نضمنا حتى نحن اللي غادي يتم ليني كنت قد نقدم مساعدة ونصد طريق فأنا مادرت والو ربما الضرر اللي نقدر للحقه فأنا نبلوكي واحد لنبيلونس ما تديش واحد الجريح لأننا الآن رتلعبوه بتواني وبدقائق ما تلعبوش يمكن يكون الضرر اللي غا للحقه أكبر من المساعدة اللي جايب بالتالي الآن على كل الإخوة والأخوات وهذا الروح اللي كنا أن يحسن تطوع أن يحسن الإحسان أن يحسن التضامن التضامن يكون معقلا الآن عدنا واحد المؤسسة اللي أتمنى جادا وتنعرف ما معناه ما راكمه المغرب في تحقق مؤسسة بحل مؤسسة محمد الخامس التضامن الآن مؤسسة محمد الخامس التضامن علينا أن نتضامن معها جميعا بالمنطقة التالية أن تكون هي لراكمة جريبة عندها لها من الخبرة لها من آليات التنسيق مع المؤسسات الأخرى لها دراية بالجغرافيا بالنطقة بالسكان لها حرمة الإسم وراعي المؤسسة لها يعني تنعرف مجموعة هذه الطاقة والكفاءات اللي الداخل فيها اللي نوم خيرة الأطر اللي كانوا في قطاعات الخرار والتحقب العمل هذا وبالمناسبة هنيئا لهم لأنهم يشتغلون في أحد المجال اللي ما فيه غير واجب فيه روح أخرى بالتالي كل المجتمع المدني كل النية الطيبة الآن هي مدعوة اللي عنده شي حاجة يعطيها المؤسسة محمد الخام استطامون يعرف أشغل وأيضا كان هناك يعني إجراء اللي كان لابد منه وهو نطلب من زملائنا في الإخراج تم إعطاء الحساب البنكي الذي تم الإعلان عنه خلال صحيح هذا صندوق خاص بتدبير الأثار المترتبة عن الزلزال المدرر هنا سينوف اللي سمحتي مغربية في محط القادية لما نقول 400 ألف متضرر الآن هو الملاياء وتقاشر وباشي سخن وباشي ضو الآن ولكن هنا سنتين سنكونوا محتاجين إلا كان تحدد مغربية هو أن ذاك الأرض خستبنا ذكر دكتور سوماعي القديد إلا كان شي تحدي نعيشه كمغربة هو أن نعود بني ودك المناطق بروح جماعية صحيح أن نحول هذه النقمة وأن نقول يوما أننا كلنا المغربة ساهمنا صحيح في إعادة بناء الحوز وتارودانت وغيرها إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله ستبنى يعني هذا حل من بين الحلول لكي تكون عملية التضامن منظمة وقد أقول بأن لدينا تجربة نجحنا فيها ليس ببعيد بصندوق كورونا دكتور خالد نعم أنا أتفق معك ولكن لدي ملاحظة بسيطة وأن هذا الزلزال الذي استلحنا على تسميته منذ البداية بزلزال الحوز إعلاميا لأن إقليم الحوز كان المتضرر الأكبر كان مركز الزلزال كان مركز الزلزال نرى أن في الحقيقة أن التسمية الكاملة للصندوق هي الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال الذي أصاب المملكة المغربية هذه تسمية الكاملة لهذا الحساب الخصوصي وبالتالي هذه تسمية الدكية تدل على أن الزلزال لم يصب هاتين الجهتين فقط جهة سفي مراكش وجهة سوس ماسا ولكنه أصاب المملكة وأصاب الجسد المغربي كله وبالتالي هذا الجسد المغربي يتداعى بالصهر والحمى كما يقول الحديث النبوي الشريف لهذه الجهتين التي نكبتها ولأننا نحن كمغاربة نحن بنيان مرصوص وبالتالي التطوع الآن مفتوح أمام جميع المغاربة هيئات خاصة ومومية وأمام المواطنين سواء داخل المغرب أو خارجه وفي ذلك فالتنافس المتنافسون وإذا أسألك دكتور أيضا وهو أمر هام هام جدا اليوم نعلم جميعا بأن شهدنا شهادات حية لمتضربين من هذا الزلزال نساء أطفال شيوخ الكل يتحدث عن من فقد من أسرته الكل يتحدث عن الواقع المعاش هناك هناك أيضا أضرار للنسيج الاقتصادي الجامع لهؤلاء النشاط الاقتصادي الذي فيه قوت يومهم هناك من هو بلا مأوى اليوم وهناك أوامر ملكية عاجلة من أجل إيواء كل الذين فقدوا منازلهم جراء هذا الزلزال بشكل فوري ولعلنا شهدنا الخيام التي بنتها القوات المسلحة الملكية ولزال أيضا في هذا التضامن وهذا الإيواء بقية المواكبة النفسية أي درجة تحت وإن كان اليوم البعض قد يكون لك حدثني عن إخراج من هم تحت الأنقاض ولكن إن كان هناك طفل يتيم يبكي أبويهم أعتقد أنه يحتاج لإيواء ويحتاج لمن يشرح له ويحتاج لمن يقدم له الرعاية لكي يعني يبنى بناءا سليما ولا تفقد معك عدد كبير من الأطفال الذين اليوم يعيشون ليتم أيام الصباح ودائما ما تسفر الفواجع مثل الزلازل عن مآسي إنسانية رأينا هذا في توركيا وفي سوريا في الزلزالين الأخيرين وبطبيعة الحال سنرى قصص مأساوية في المغرب تفطر القلوب تداعيات الزلزال هناك من يتحدث أنها ربما ستستمر إلى سنوات وأظن أن هذا صحيح على الأقل من حيث الجانب النفسي سكان المنطقة مصدومون الذين عاشوا الزلزال وكل الذين امتد إليهم الزلزال وعاشوا تلك الهزات سواء في الرباط أو الطار البيضاء سواء والأطفال 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 الذين خرسوا إلى الشارع وأوقضوا من نومهم في الحدي عشر اليوم يستذكرون تلك اللحظة الفزع والهروب في الليل ويمكن أن يظل تذكر هذه اللحظات المخيفة لشهور ولسنوات في ما يسمى بتطراب أو كرب ما بعد الصدمة ربما دعوة للمدارس مدارس أنه يكون إشارات من المرشدين الاستماعيين نحتاج إلى مواكبة نفسية فهناك عندما يعيش المر أشياء مخيفة فإنه أحيانا يسترجع هذه الأحداث على شكل كوابيس على شكل قلق على شكل توطر على شكل إنعدام إيجابية وبالتالي ما زال الطريق أمامنا طويلا في الحقيقة بلاغ الدول الملكي وضع تراتبية للخطوات التي ينبغي القيام بها هناك الآن هناك ما سيتم على المدى البعيد والتداعيات النفسية هي تدخل ضمن هذا النطاق كذلك الإعمار الذي يجب أن نقوم به لهذه المنطقة من جديد هذا التحدي للمغاربة أجمعين وأن يعيدوا بناء كل ما قد ضمره هذا الزلزال المخيف نعم فيما يخص تطورات الأحداث كنا قد استمعنا أيضا قبل قليل تصريحات من من ينتمون لوزارة التجهيز ويعملون هناك في إقليم الحوز أو حتى في جهة سوسماسا كان من بين العراقي الأسر نجيب الطرق التي سواء تم إغلاق أو أغلقت بسبب التراكمات الصخور والأتربة إلى غير ذلك التي أسفر عنها الزلزال أو حتى التي لم يكن بإمكان وصول لأن هناك طرق وعرة لسيارات الإسعاف وأطقم الإنقاذ إلى غير ذلك الحمد لله مجموعة من الطرق تم فتحها هل يمكن أن تفائل أكثر لأن البعض اليوم تعرف اليوم نحن في زمن العولمة يمكن أن تجد شاب فتى يافع مراسل لك كإعلامي يقدم لك المعطيات بالصوت والصورة من مناطق منكوبة لم يصل إليها فرق الإنقاذ بعد وبالتالي ربما ربما فك العزلة الذي كنا نسميه في إطار التنمية ربما اليوم فتح هذه الطرق يفك عزلة بعض دواور التي فيها بالفعل متضررين في هؤناس اليوم تحت الأنقاذ ويحتاجون للمساعدات العاجلة أن يخفف من منازل هذا الزلزال الذي كان مدنرا بكل ما تحمل كلمة معنا صحيح وكذلك سرع كذلك المسار للإنقاذ لأنه حسب بعض المعطيات كانت قريبا كانت 158 بلوكاج في هذه الطرق التي في البقرة دي الزلزال طبعا هذه أعاقه في البداية وصول للمسعفين للقوات للجيش الملكي لكذلك الوقاية المدنية ولكن تجاوب يعني دي الوزارة التجهيز وكذلك التجاوب دي المؤسسات المعنية بفتح الطرقات خلى على أن المسار يكون أسرع وشاهدنا على أنه خلت كذلك على أن حتى سيارات الإسعاف يكونوا يعني عندهم واحد يعني آليات تتمكنهم بشيوصلوا بسهولة ويرجعوا ويديوا المرضى الآخرين للمراكش ولا غيرها لما تكونوا تحتاجوا لواحد مستوى أكبر دي الرعاية أعتقد بأن أهم نقطة يمكن لنا يعني نستفدو منها حاليا هو أن هذا الطرق يجب إعادة النظر فيهم في المستقبل وهذا يعني المسار وكذلك خارطة طريق لوضع جالة الملك أعتقد ستمكننا بشيو لواحد جيل آخر ديال الطرق اللي يكونوا يعني جاهزين في الوقت ديال الأزمة بغيت أن نرجع أستاذ نوفل يعني بحكم تخصص ربما هذا يمشينا النقاش ديال النخبة السياسية اللي كتكون في هذه المناطق النائية لربما الخدمات الأساسية ما ضو وطريق يعني هذه هي بداية الحياة الطبيعية لساكنة هذه المناطق هذه الخدمات الأساسية ربما تبعث على التساؤل وهذا كلام وخطاب ونقاش آخر ربما نطرق لي صحيح وبعض الصعوبات اللي يعني واجهها المسعيفين وبعض الصعوبات الموجودة لا في الوصول لا كذلك يعني في التدبير الأولي يعني خصوصا في بعض المناطق لازم يجي وقت الحساب أنا سامحني نحن أستاذ نوفل بغيت الرجع عن النقطة للصندوق المرصد الأمور الخصوصية بحكم تخصص أعتقد أنجح المبادرات اللي قمت بها بلادنا في السنوات الماضية في السنوات القليلة الماضية وصندوق كوفيد 19 لأنه ممكننا بـ 44 مليار دي الدرهم اللي خلتنا لأننا ننجحه في أحد المصار ستنائي مصار يعني لا يقل له صعوبة تجاوزنا سقف التوقعات الخاصة تجاوزنا سقف التوقعات وأعتقد وباقي تنذكر في يوم واحد تمكننا بشنجمعه أكتر من عشرات المليار دي الدرهم يعني مليار دولار وهذا أمر أعتقد بأنه لازم ناخده بعين الاعتبار كذلك في الوضع الحالي هذا الصندوق المرصد لأمور خصوصية هو صندوق استراتيجي وتندرج في إطار ما يصطلح عليه علميا بالبلندد فاينانس وهذا الصندوق تخليه عندك ثلاثة دي الإمكانيات مهمة في تدبير الأزمة أولا النجاعة المالية لأن هناك موارد تدخل من واحد العدد كبير دي المصادر للمواطنات والمواطنين وهذه دعوة للمواطنات والمواطنين لأنهم يسهموا بقوة في هذا الصندوق الوطني المهم لأنه يعني كل درهم في هذا الصندوق يعني مواجهة تدبير الأطار مترتبة عن الزلازيل هذي يكون عنده أطار مباشر على المواطنات والمواطنين اللي موجودين ويواجهوا الكارتة بشكل مباشر النقطة الثانية هذي تخليه لأنه يتوضعوا إمكانات مالية مهمة لأهم شيء نحن اليوم في الجهاد الأصغر المواجهة الإنقاذ تدبير الجهاد الأكبر إعادة الإعمار الجهاد الأكبر هو إعادة الإعمار وإعادة الإعمار أحسن مما كان لأنه اليوم وهذا هو الذي يخليه لأنه كان أمل بأنه رغم أنها يعني ألم كبير تنعيشه ولكن الأمل هو أنه هذه مناسبة لهذه المنطقة على أنها يتوجه لها الأضواء وعلى أنه يعني يتطور شكل ديالها وكذلك يتطور لا في قدرتها الاقتصادية ولا في قدرتها يعني على التطور كباقي يعني الجهات المغربية اللي عرفت واحد تطور كبير في السنوات الماضية أعتقد كذلك بأن هذا الصندوق يجب أن نهب جميعا للمساهمة فيه لأنه هو يعني قطب الراحة في هذه الدينامية الموضوعة وغير أن نذكر كذلك على المستوى الاقتصادي بوحدة النقطة جاءت في بلاغ الدول الملكي هو الاستئناف السريع للأنشطة الاقتصادية دعوة مباشرة الاستئناف النشاط الاقتصادي نعم وهنا كين تيبان على أنه كين وحد الفهم على أنه الزلازل يعني صعوبتها في الوقت ديالها وشاهدنا حتى علميا يعني حتى الهزة التدادية تكون أخف بمعنى أنه لا مانع يعني لا في استئناف الأنشطة الاقتصادية لكذلك في استئناف يعني منظومة سياحة في جهة مراكش لأنه اليوم كما شاهدنا مثلا في زلزال إسطنبول كانت توقف سياحي حوالي شهر ولكن بعد ذلك ندين عمرات ورجعت الحياة كيفما كانت نعم ويعني نتفائل خيرا لأنه كما نقول رب ضارة نافعة رب ضارة نافعة وأعتقد أنه أيضا ونحن نتحدث عن تضامن المغاربة ومساهماتهم مغاربة في الوطن ومغاربة خارج أرض الوطن ما نقص مال من صدق السي الخمسي والمغاربة في التلاحم بينهم يعني بكل صراحة يضرب بهم المثل بما يقدمون من تضحيات وضرب الصوم عن المثل بصندق كورونا الذي فاقع كل التوقعات فاليوم أعتقد ونحن نبني جزء هام من أرض وطننا لا نحتاج إلى دعوة للمساهمة سينو في الأكيد يعني ملاحظة اللولة بش مدوش هو القضية دي الجانب النفسي والأطفال بإشارة بسيطة فيها لحدث ترنهار الجمعة كانوا أغلبية للأطفال سنو الدراسة السبت ما كنمشوش ندارس لحد غدا هو يعني أول يوم دراسي يعني هذه دعوة من منبار الميديان للسادة الأساتي دا المؤطرين للناس للتخطيط للتوجيه للمضارع للأكاديميات للنواب للوزير المرشدين الاجتماعيين هذه دعوة وخصوصا على رأسهم السادة الأساسي دا والمعلمات والمعلمين لأنهم اللي غيكونوا بشكل مباشر مع التلمين رجاء رجاء يعني باسم الدماء المشتركة بناتنا السادة الأساسي دا والمعلمين ما يصوقوش وما يقولوش أشياء ما مضبطاش مش علمية أنا ولداتي تقرأوا في المدرسة وأسمعوا أشياء أحيانا تنتلف تنتلف رجاء وأنا مرس تدريس في وزارة الداخلية مدة 12 سنة كنت تنقول شنو اللي نتعلم نسكوت ماشي نقول لأن القولان يمكن لك تطلق وما تسكوتش ولكن صعيب الصمت لهذا أوجه دعوة رجاء لكل هذي الكفاءات في المغرب أن يتقل كلام موزون ما تكونش الخرافة يعني كل الأساسي دا والمعلمين على ريوسنا يعني فهمين شو لا يكونش تفسير الخرافي الأسطوري تخوي في اللي يمكن يلحق لضرر بولدي كتر من الضرر دير زلزل براسه هذه دعوة يعني تنوجها لمغربة كاملين رجاء أن السادة الأساسي دا والمعلمين هم على رأس الآن اللي عندهم معركة خصوصا في المناطق من الكوبا أنهم يوعاو للإشارة التعليم أوقف في المناطق المنطقة لا تتكلم يعني بمسفة عامة لا لا أنه كان قرار اليوم لا عرفت أنه متوقف يعني أنه يكون خطاب وراعي هذا الأمور الأمر الثاني فيما يخص بالاختصار التبرع مغاربة العالم كتبوا كل الأرقام في كورونا كانت كل المؤشرات تقول بأن تحويلات ستنخفض كذلك مغاربة العالم في الليلة تزلزال بدأت الرسائل يعني في مجموعة المساجد في مراكز التقافية في الجمعيات في أوروبا يعني تتلق رجاء أن توحد الجهود في هذا الحساب لأن تشتيت الجهد أو فيه شيئين مش يكون واضح أولا غياب الأثر يدخل الشيطان في هذه الأشياء والأثر يكون ضعيف والأثر والجهد تشتت بالتالي نجمعوا كامل كم غاربة حول هذا الحساب لأننا عشنا تجارب كبرى لما تجمعنا فمعلامة مسجد الحسن الثاني شنو اللي يبقى فيها في التاريخ يبقى فيها شيئين الأم ديالي مراكبية في الثمانين وتحتفض بشكل يعني القصيات مراكبية في عينها فهدوك الوصل وهدوك تساهم مساهمات هذا الروح الآن استحضروها شكرا لك سيساعد خط بإذن الله يكون غير الخير كلمة الأخيرة لك دكتور خالد فتح أخيرا في نهاية هذا اللقاء يمكن إذا جزلي الاقتباس أنا أقول أن بلاغ الدوان الملكي الأخير هو بمتابة مشروع مرشال مغربي يقوده صاحب الجلالة مع جميع المغاربة لأجل إعمار هاتين الجهتين المنكوبتين وشخصيا أتوقع أن تفوق التبرعات ما قام به المغاربة خلال جائحة كورونا لأن جائحة كورونا كنا أمام خطر احتمالي أما الآن فنحن خطر واقعي نعيش على آثاره وماتل أمام أعيننا وبالتالي أتوقع أن المغاربة سيعطون مثلا رائعا في التطوع وفي التبر بإذن الله المغاربة شعب يعني معطاء معطاء وأثبت بأنه أرض يعني للكرم والجود والتلاحم والتعاضد والتضامن في المآسي في الصراء قبل الضر فإن شاء الله بإذن الله نساهم جميعا عبر هذا الصندوق الذي تم وضعه من أجل دعم أشقائنا أهلنا دوينا الذين يعانون من آثار مدمرة لهذا الزلزال ونبني حاضرا جديدا لتلك المنطقة كما أشرت دكتور نجيب الصومعي وربي الحد الباس كما نقول في ختام كل حلقة ولكن أكيد أن التقضية ستبقى متواصلة لأن هذا أيضا جزء من الدور للمؤسسات المواطنة كإعلام ولا أن يخفت الحديث عن هذه المأساة الإنسانية لكي يبقى الكل بحماس واندفاع كبير مقبل على تقديم كل التضحيات الممكنة لأهلنا الذين تضرروا من هذا الزلزال المدمر شكرا لك دكتور خالد فتحي أستاذ في كلية الطب الرباط شكرا موصول لك سيساعد الخمسي مدير مؤسسة مغرب الجهات والخبير الاقتصادي الدكتور نجيب الصومعي شكرا جزيلا أيضا لحضورك معنا شكرا لكم جميعا على كل هذه الإضاحات والإضاءات التي تقدمونها في مأساة وطن نتمنى أن تكون فيها كما كانت نقمة أن تكون فيها أيضا نعمة لبناء قد أفضل لأبنائنا وبناتنا نقولها بكل صدق وأمانة شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام على حسن المتابعة لكم أجمل تحية أينما كنتم وإلى اللقاء